صباح الخير او مساء الخير يا برج الحمل. القراءة تكون ان شاء الله بازن الله للبرج الشمسي والطالع والزهر. طيب مبدئين كده عايز اشوف طقطك. طيب هزا الشخص لو بتسأل عن مشاعره فهو قافل تماما من ناحية الحب. من ناحيتك. يعني قافل مشاعره خالص ضدها. ومركز في نفسه وفي احواله وفي لبسه وفي شكله وفي المستقبل عموما. ممكن نقول ان هو بيتشافى من حاجة مر بيها. ممكن ممكن يكون هو صاحب العشر صيوف كمان. هو حاسس من ناحيتك بانك مش عايزه او انك اا او ان العلاقة دي فيها ملل مسلا. او انكم بتتخنوا كتير او بتتعاركوا كتير مسلا اا في بنك واختلافات. ازا استعره هنا مهتم هو بنفسه قوي. هو عايز يتشافى هذا الشخص. عايز يتشافى من الالام. هو اخد عشر صيوف. هو اخد كمان ثلاثة هنا. اا ممكن يكون عايز ينسحب شوية من العلاقة فترة يعني من الوقت. اا بس يراجع نفسه ويفكر في احواله ويفكر هل يتقدم في العلاقة ام يتركها نهائيا مثلا. اا لكنه مهتم مهتم ان هو. الفكرة هو برقبك. بس برقبك بطريقة اا صعوبة نية شوية. يعني بيعمل نفسه مشوه خد باله منك بسوى برقبك. وام ممكن يكون هذا الشخص. عم بس عاشوف حاجة واحدة. هتخليني اعرف هذا الشخص. نيته ايه? الشخص ده سبحان الله انا عايز اعرف نيته زهرتلي دي. كمان خافي النية بتاعته. مش عايز يعرف له. هو زعلان منك. زعلان منك قوي اا هو زعلان منك بالكوين والكينج. زهرت كده يا برج الحمل انت شخص ده مش مديله اهمية في حياتك. اا بالدرجة اللي هو عايزها. هو حاسس بانك مشغول عنه بالماديات. ممكن تكون لو انت بنت مسلا اا ممكن تكوني سيدة اعمال. هو شعر بان انت او انت بص فلوس. ماديات. بتفكر في الماديات بس. هو بص انت هو اختيارين في حياتك. الشغل مسلا وهو. فانت ماسك حاجة وسايب حاجة. ماسك الشغل ماسك اولويتك وسايب هو. سايب العلاقة كلها كده تيجي زي ما تيجي. اللي عايز يهتم يهتمش. عايز يهتم يهتمش. عايز تكلمني تعالي عايز نخرج تعالي. لكن انا اكلمك اسأل عليك اا او اطمن عليك كل شوية لا. او شايفك ان انت مش عايز اصلا تخش في علاقة. انت ممكن تكونه في علاقة اا اصل فورق فوند مش لازم تكون علاقة حب. ممكن تكون علاقة صداقة قوية مسلا. فممكن يكون الشخص ده هو يتمنى ان انت توافق على عرضه. مسلا لو عرض عليك عرض حب. ولكن ولكن هو حاليا شايفك ان انت مش بصصله اصلا. ليه كمان? هو زعلان منك عشان انت مهتم باعمالك. اا اا هو شايفك كمان كوين اوف كابس. شايفك بائس. وام شخص يائس من الحب. ويائس من انت ماسك كوبايتك ومش عايز تديه لحد. بص ماسك الكوباية وحالس بالله ما تدي لحد الكوباة دي. او ماسك الكوباية ومش عايز تسيبها. اا مش عايز تدهاله. يعني انت مسك كوبايتك بص ومش عايز تدي له كوباية. وباب يقول لك هاد الكوباية. طب هاد الكوباية طب نبدل الكوباية. يعني انا تديت كوباية ايه وانت تديني ايه كوبايتك? انت تقول له لا يا عم انا تديت كوباية لحد قابلك. خدها وطار. بص عدت الوراء عمالي اعمل مني. ازهر يا برج الحمل ان انت مجروح قوي. مش منه. اا ممكن تكون اا مجروح عموما من علاقات صديقة مثلا. مش بقول لك? لا الوراء كان مقلوك كمان هنا ده الوراء تشعلب مني للاسف. كنت ورقتين بس الكلام تشعلبيني يا رب بيكون وراءة اهتمام. شايفك ان انت بتفكر بطريقة ملل. ملل. بتفكر عبال ما تدي له كوباية مليون سنة قدام. يعني عبال ما تفكر انك بص. انا بقول لك اهو انا قلتها لك قبل ما يزهر الوراء. عبال ما تفكر يا برج الحمل. انك تسلم الكوباية دي ليه? وتديله على الحصان وتتحرك. بص ده ديه واحد عادة عقرسي. مش رادية تتحرك. عبال ما تبقى تجيب الحصان من الاستابل. وده اخد الكوباية. وتروح تقول اخد الكوباية بتاعتي يكون فات تلاتين سنة او ده. يكون الشخص ده تجاوز وعنده دلوقتي رمي ويسين. او البنت دي تجاوزت وعندها ثلاث ليلة دلوقتي. فشايفك بطيء بطيء او بتحسب زيادة عن النزوم. شايفك مكتئب. لان ده هرمت كمان معناها شخص داخل كده في تساؤلات وكتئب. مش لطيف. شايفك ان انت بائس من الحق. عشان كده هو زعلان منك. شايفك ان انت مختار الشغل ومختار ان انت تبقى مهتم باعمالك عنه. ما اخترتوش هو اخترت شغلك. هو شايف كده. شايف ان انت مش مختار وما اختر شغلك. هو مختارك. لزلك هو مكرر انه خلاص بقى. ده ما انت جمان مش مهتم انا جمان مش ههتم. ههتمي بيك ايه? ده مش مهتم. انت لو مهتم ما كنت عرفت. فالشخص ده يعني هو برج هوائي. اعتقد ممكن يكون برج الدلو. بص الكارتين دول كمان هو ده كمان بيارموز لبرج الدلو. اه الشخص ده قرر انه هيوقف دلوقتي المشاعر او ازهار المشاعر. لو كان بيتامي بيك هيوقف. اه ولكن هو في اه ذات نفسه معتبرك نجمة في السماء برضو. يعني هو برضو انت بالنسباله نجمة حلوة او يبتلمع في السماء وعايز يخدها. بس وهو حاليا البيجو فوند بينكر مشاعره. حاليا قافل على مشاعره وبينكرها. هو كمان خايف. اللي تكون انت كمان مش مبادلو. انت مش حالس تديلك بقى ايه? مش حالس ليه مش حالس تديلك بقى ايه? انت خايف منه? ممكن. بس خلي بالك انه قرب يزهق يا برج الحمل. لانه تفكيره الداخلي الموت. تفكيره الداخلي انه عايز يمشي. اه خلاص بقى هو تعب. هو زر الشخص ده انا بقولك انت اه في علاقة اه كنت في علاقة صداقة طويلة. دي مش علاقة قصيرة مسلا. مش شهر شهري لا دي سنة سنتين ثلاثة. وعايز الشخص اه بدأ ينجذب ليك الفترة مسلا الاخيرة. وعايز بقى يسلم الكباب ده عدوين. قلت له يا انا عندي شغلي واولوياتي وحياتي. انا مش بتاع حب. انا مش بتاع جواز. حاجة من هذا القبيل يعني. فهو مشاعر اه اه او ما اه بداخله ما بداخله الان ان هو اه عايز ينهي هزي العلاقة. مش عايز يهود خطوة تاني. خلاص بقى. يعني هو على اه مشارف النهاية. اه اللي هيزهره ليك اللي هيزهره ليك انه محتاجك. خلي بالك هيزهر ليك اه ممكن ممكن ينزل بوستات عالفيس انه محتاجك قوي في حياته. وانك اطعت فيه قوي. اعتقد انتو ما بتتكلموش. لان هو شاف ان العلاقة في الفترة دي يعني علاقة سكتة. يعني انتو مثلا خلاني نقول ما فيش انفصال. طبام? هو مش انفصال. بس انتو اللي اتنين خبطوا ببعض. مسلا هو قال لك لابا انت مش عايزني تقول له مسلا انت بسيبني فكر. طب كزا في السبق ومشي. مسلا. عاونها الحوار اوقف الحوار لغاية هنا. لكن انتو بتشوفوا بعض. اه من بعيد لبعيد. بتكلموا بعض بس كلام خفيف قوي. فما يزهره ليك هيزهر ان هو محتاجك. وعايزك. وهو فعلا محتاجك وعايزك. هو بيحبك على فكرة. بيحبك. هيزهر اهتمان يكون هزو الشخص كمان. الشخص ده على فكرة عايز اقولك على حاجة. انا خايف يكون الشخص ده بيحبك لدرجة. اه. كنت متأكدة. بص بيحبك الحمل عشان تبقى فاهم انت بتتعامل مع مين. اه الشخص ده عنده تعلق بيك. وممكن نقول تعلق مرضي. اه يعني انا احيانا لا 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 احبذ التعلق المرضي في العلاقات العاطفية لانه هيؤدي الى الفشل في يوم الايام. لكن هذا الشخص انظهر لك ان هو عادي وبتاع ومش هممني وكده. يعني في يوم الايام يعني. الشخص ده مرتبط بيك ارتباط غريب شوية. ازاي? اه. لما انت ما بيبقاش معاه. حياته اليومية بيبقى فيها زعل وحزن وكآبة. وبقى ماشي كده عم زيت تاية. بص. مجروح. وحياته زفت. ومش تاية الناس. ومش تاية الشغل. ومش تاية حتى عيش اليوم التلاتة. مش تاية اي حاجة. فهو اللي هيزهر لك هيزهر لك ان هو عايزك. لان هو بيعتبرك الشمس اللي في يومه. شخص ده بيحبك بيجات تبرك الحمل. وممكن تكون انت خايف تديه الكوباة لانك خايف من علاقات سابقة مثلا. او حاجة. او انت بقى لك فترة كبيرة قوي. متم بشغلك. وحاسس بان الارتباط مثلا هيعطلك. لكن هزا الشخص بالفعل بيشوفك الشمس اللي في يومه. بالفعل. لكن هو في دماغه. هو عايز ينهي الموضوع بس هو حاسس بخساره. حاسس بانه هيخسر. كمان. يعني حتى ان هو نهى الموضوع فهو حاسس بانه يخسرك. كمش عايز يخسرك. مش عايز يخسرك. مش عايز ينهي اصلا. بس هو حاسس ان هو تعبان. هو ما بين نارين زي ما دوره. مش عايز ينهي يكمل ولا يفضل واقف في مكانه. فهو مرتبط بيك ارتباط غريب جدا. ان هو شايفك ان انت ان كنت معايا فانا الدنيا دي جنة. خلاص. ان جنتي خلاص وصلت. ان كنت مش معايا ومديني ظهرك. فانا شخص تعيس وباقس والناس حواليها كلها زفت زفت زفت. فهزا الشخص يتعبان على فكرة وعنده حاجات في الشغل مش لطيفة كمان. عنده حاجات في الشغل مش لطيفة. فهو هو خد تلات صيوف. ممكن يكون الشغل وانت وحاجة تانية مسلا. فخلي بالك بقى ان هذا الشخص في حياته متقلم. آآ بعيد عنك طبعا. طب تعال كده يا برج الحمل انا هساعدك. انا هساعدك والله عشان انا بحب برج الحمل. فانا هساعدك يا برج الحمل. هساعدك في ايه بقى? في ان انا افهم انت لي مش عايز تديره كوب بقى ايه? لازم اوصلوا اعرف برج الحمل. مش عايز يبدي كوبة يليه للشخص اللي بحبه. لماذا? بص 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 يا نهرق. آآ برج الحمل آآ الورق طار. طار مني عشان اعرف انت مش عايز تديره كوبة لي. بس اعتقد ان انت آآ مرعوب من الحب يا برج الحمل. ان الورق طار بطريقة غريبة يعني. بس اعرف يعني اعرف. والله اللي انا عارف انت عايز مش عايز تديره كوبة ليه? اه انت بتخاف من الحب ولا ايه عمي برج الحمل? انت عايز تديره كوبة يهو? انت خايف. انت بتعمل مع حد برج جوزاء او صول ميد يا صول ميد يا برج الحمل. ما تخافش. طب خلينا نشوف تاني. لماذا لا تريد انك تديره كوبة يهو? الله 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 الله. طب ما انت هتديره كوبة يهو? تضحك عليه ده بقى ولا ايه عمي برج الحمل? ده انت ده ايه ده انت بتحبه قوي على فكرة? انت منجذب له جدا بتحبه قوي. بس انت انت مستعد ان انت تديره الكوبة بالفعل. انت ممكن تكون مسلمه الكوبة بالفعل. بس مش مهتم بيه. اه انت انت بتحبه بالفعل وفي العلاقة. بس هو شاعر هو بقى اللي شايف تقريبا ان انت مش بتديره الكوبة اللي هو عايزه. هو عايز كوبة تانية. انت سلمت الكوبة. بس هو عايزك تهتم. تتكلم معاه. تخرج معاه. تهتم بيه. لو شايفك انت مش مهتم بيه. بقى المسألة دي مسألة اهتمام. هو شاعر بانه مش مش مالكك قوي. يعني مسلا ما انتش معا قوي. ما انتش حبيبه قوي بس. هتدوني قوي حسسني بيك. اه ده انت انت بتحبه قوي. هو عايز انت مسلمه حياتك كلها يا عمي. بتحبه قوي ده احسن كرتين دول عندي انا بالتعديد. وهو كمان على فكرة تب تعالنا نشوف بقى هو بقى خافي مشاعره. احنا هنعرف له مشاعره دلوقتي. عايزين نعرف مشاعر الشخص ده ايه? اتجاهك. هنعرف يعني هنعرف برضو هو كمان هنعرف له مشاعره بص هو هو معجب بيك قوي وهو كمان عايز يديك كوباية بس عايز يديك الشخص ده على فكرة يا برج الحمل ممكن يكون انا مش عايز اقلب القصة ضده بقى لان كده بدأنا نقلب القصة ضده بخلينا شوف خلينا شوف طيب هو صادق معك دي اللي هنتأكد منها وممكن اقلب القصة بقى لأ صادق صادق جدا كمان جدا طيب بص يا برج الحمل هزا الشخص اا مشاعره اا الشخص ده حاجة من الاتنين يعني يا ما هو فعلا بيحبك ولكن هو مش متأكد منك او انه شاعر بانك مهتم بشيء اخر عنه فهو زي ما يكون بيعمل احتياطاته بمعنى اا لو انت مش عايزني فانا همشي هاخد بعضي وامشي هو عنده استعباده انه يمشي في نقطة واحدة بس لما يتأكد ان انت مش عايزه هو حاسس بان انت مش عايزه او مش مهتم به مش مديله الاهتمام اللي هو بدور عليه هزا الشخص بيحب الاهتمان بيحب الكلمة الحلوة ويحب زي ما يعني يحب الانسان اللي معاي يحسسه دايما ان هو مقود حواليه فانت زي انا شايف ان انت بتحبه فخلاص بقى اديله الاهتمام بقى او شايفك ان انت مسك الكوبايا لوحدك يعني ايه الكلام ده يعني مرة بتديله كوبايا ومره لا بالاخر انت بتحبه بس مرة بتحسسه ان انت بتحبه ومرة بتحسسه ان انت عادي عنده او مش مشكلة فهو بيفتقدك في النقطة دي. لكن ما فيش مشكلة صريحة اقدر احط ايدي عليها بصراحة في القراءة دي. يعني ما قدرش اقول لك انه بيخونك. او ما قدرش اقول لك انه هو شخص بيلعب بيك. هو مش بيلعب بيك. بس هو شخص ما بيحبش اللفه الدورا. هو شاعر بانك بتلفه الدور. او قاعد في حتة لوحدك ومش عايز تدي له الكوباة دي. كوباية ايه بقى? مثلا ممكن تكون كوباية الاهتمام. اه كوباية مسلا انك تسأل عليه. لان شايفك ان انت مهتم باعمالك. فشوف انت يعني مش عايز اقول ايه? يعني ايه اللي ناقص ولا لق? في طبخة بتبقى ناقصة ملح. في طبخة بتبقى ناقصة في الفلسود مسلا. شوف انت بقى اللي ناقص يعمل. طب خلينا نشوف العزاب. جاي لهم ايه? انتوا جاي لكم حد من الماضي ممكن. جاي لكم حد من الماضي ممكن. اه يا حد من الماضي يا حد بيرائبكو عالسوشيال ميديا. اه وهزا الشخص اه في حاجة حلوة قوي فيها هزا الشخص حاليا بكرة. انشاء قد بيرائبك عالسوشيال ميديا بجد. في حد اه عالسوشيال ميديا اه بيرائب هو بيرائب مجموعة ناس بصراحة. وشكله عايز يرتبط ويدخل في علاقة. وزي ما يكون لقى الكوباية اللي هو بيدور عليها عندك انت. الشخص داعينه عليك انت. ومش راضي باي كوباية تانية غيرك انت. فهو ايجي لك تقريبا وهيكلمك هيصرحك بمشاعره. اهو ده هو اه ده حد من الماضي. خلاص كده عرفت حد من الماضي. ده الوراكين دلتاره. حد من الماضي هيكلمك تاني بيرائبك. ودي بتسعين المية حد من الماضي. هيرائبك هزا الشخص وبيرائبك وحاليا وهيجي يقول لك مثال خير انا عايز ارجع. انا بحبك وعايز ارجع لك. فشوف انت هتعمل ايه بقى برج الحمل. اه بس هزا الشخص على فكرة بيرائبك اه جامد قوي 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 وبيفكر فيك قوي. ومش عايز حاجة غير ان هو يقدم لك الكوباية تانية. شكرا يا برج الحمل.